في فقرة الجمال اليوم رح تكون عندنا وصفات طبيعية وماسكات خاصة للعناية بشرتنا وخصوصا الأقدام الأقدام للأمور جدا مهمة اللي دائما نحرص على ترطيبها ونساوي اللون لأنه دائما تكون معرضة للعوامل الخارجية مثل الجفاف وأيضا الأتربة وشعة الشمس الضارة أول ماسك لليوم هو ماسك الليمون مع زيت الزيتون مكوناتها كالآتي نجيب نصف ليمونة وبضع قطرات من زيت الزيتون نخلطهم مع بعض ونطبقهم أكيد على أقدام نظيفة زيت الزيتون يعطينا ترطيب والليمون هو المسؤول عن تبيض وتوحيد لون بشرة الأقدام نكرر هذا الماسك مرة بالأسبوع حتى نحصل على نتيجة مطلوبة وأكيد ما ننسور كل ماسك هو ترطيب البشرة بالأوليفيرا أو أي نوع مرتب تكون بالبيت صحيح بان القدم كل شي مهمة أنه نعتني بها خاصة الفصل الصيف حلو نحب دائما أن نلبس الأحذية المفتوحة ودائما أنه حلو أنه تكون نظيفة لأنه هذا يدل على نظافتنا الشخصية من الأشياء اللي ذكرتها بالبداية أنه نعاني من الجفاف أكيد خاصة بلبس الأحذية المفتوحة رح تتعرض الأقدام إلى الجفاف فحلو دائما أن يكون كعب الرجل حتى يكون رطب حلو أنه تخلين مرتب بالليل لفترة طويلة حتى تحصلين على النتيجة اللي تريدها من الأشياء اللي تقدرين تستخدميها عندنا الفازالين تستخدمين معها قليل من زيت الأرغان أو أي مرتب جسم أنت تحبيها ما ينظيفه مع الفازالين وزيت الأرغان وخليه على قدمك وإلبسي جواري طول الليل فبالصبح رح تشوفين الفرق طبعا أكيد لازم هذه الطريقة أنه نظل نستخدمها يوميا أو الفترة اللي تحبين تستخدميها بيه تشوفين تحصلين بيها على النتيجة المطلوبة فعلا مثل ما ذكرتي ترك أنه نلبس جواري بوقت النوم بعد ما نحط أي مرتب على أقدامنا تشكل فرق جدا شبير بنعمة أقدامنا أما الخلطة اللي أنا رح أتكلم عنها فهي ممتازة لتقشير الأقدام الجفاف اللي يصيب أقدامنا وخصوصا في فصل الصيف يسبب تراكم الجلد الميت مما يحرم الأقدام من النعومة واللي نقدر نسويه عندما نتخلص من طبقات الجلد الميت المتراكمة هو تقشيرها كل اللي نحتاجه القليل من عصير الليمون نخلطه مع سكر خشن ومن ثم نجيب نصف ليمونة نطبق عليها المزيج اللي عندنا ونستخدم بفرق كعب الأقدام بيه الكامل لمدة 3 دقائق تقريبا حتى نحصل على أفضل النتائج نقدر نكرر هذه العملية مرة أسبوعيا أو على حسب الحاجة وكيد من بعدها لازم نستخدم المرتب الخاص في الأقدام ترجمة نانسي قنقر